ومن مجموعات الحيوانات اللافقارية الأخرى هي المفصليات ومن الخصائص المشتركة للمفصليات؟ من اسمها المفصليات لأن لها زوائد مفصلية قد تكون هذه الزوائد المفصلية أرجل أو كلابات أو قرون استشعار مثل موجودة على النملة فالنملة لها أرجل مفصلية وأيضا لها قرون استشعار مفصلية ومن الخصائص المشتركة أيضا في المفصليات هي أن لها هيكل خارجي أي أن الهيكل هنا خارجي وليس داخلي كما هو في الإنسان وهذا الهيكل لا ينمو مع نمو الحيوان ولذلك يستبدل هذا الهيكل الخارجي عند نمو الحيوان وتسمى عملية الاستبدال هذه الإنسلاخ وللمفصليات أنواع عديدة جدا من هذه الأنواع الحشرات وهي أكبر مجموعات المفصليات ومن أنواع الحشرات النحلة أو الذباب المنزلية أو الفراشة بيكون جسم الحشرات بهذا الشكل ينقسم جسم الحشرة إلى رأس يحتوي على الأعين وقرون الاستشعار وصدر يحتوي على ست أرجل وجناحين أو أربع أجنحة في بعض الحشرات ثم البطن ولا تتصل بالبطن أي أرجل أو أجنحة وتحتوي البطن على الأعضاء التناسلية أما الجهاز الدموي في الحشرات فهو مفتوح أي أنه لا توجد أوعية دموية في الحشرات أما التنفس فيتم عن طريق ثغور تنفسية تكون موجودة على جانبي الصدر والبطن وهي عبارة عن فتحات تسمح للهواء بالدخول وهي متصلة بأنابيب تصل إلى داخل الجسم ولأننا كما قلنا في المفصليات الهيكل الخارجي ولا ينمو ويجب أن يستبدل فأن الحشرات تمر بمرحلة التحول والتحول قد يكون تحول كامل حيث يتغير شكل الحشرة تماما في مراحل حياتها وهو مثل التحول الذي تمر به الفراشة أو النمل أو النحل حيث يتغير شكل الحشرة كاملا أثناء نموها وقد يكون التحول غير كامل بحيث تشبه الحشرة البالغة الحشرة الصغيرة مثل التحول الذي يمر فيه الجراد أو الصراصير ومن أنواع المفصليات أيضا العنكبيات ومن أمثلتها العناكب والعقارب أيضا تمتاز العنكبيات أن منطقة الرأس والصدر ملتصقة ببعض فالرأس والصدر يكونان ملتصقان ببعض وجميع العنكبيات لها أربع أزواج من الأرجل فمجموع الأرجل هنا ثمانية الحشرات كانت لها ستة أرجل العنكبيات لها ثمانية أرجل والعنكبوت حيوان مفترس استخدم السم لشل حركة فريسته كما يفعل مثلا العقرب ومن المفصليات أيضا العديدات الأرجل ومن أمثلتها أم أربع واربعون وأيضا أم الأرجل الألف وهذا الحيوان الذي نطلق عليه أم أربع واربعين هو في الحقيقة له مئة رجل وهذا أيضا حيوان مفترس يستخدم السم في القضاء على فريسته ومن أنواع المفصليات الأخرى القشريات ومن أمثلة القشريات جراد البحر وسرطان البحر والربيان وقمل الخشب وتمتاز القشريات بأن لها أربعة قرون استشعار في رأسها إذن هذه قرون استشعار كما أن لها عشر زوائد مفصلية خمسة من هذا الجانب وخمسة من هذا الجانب كما أن لها خياشيم للتنفس وآخر مجموعة سندرسها في الحيوانات اللافقارية هي شوكيات الجلد ومن أمثلة شوكيات الجلد نجم البحر ومنها أيضا قنفذ البحر وخيار البحر وتتميز شوكيات الجلد أنها متماثلة تماثل شعاعي وما هو التماثل الشعاعي؟ قلنا إذن طلقنا من المركز ورسمنا خط مستقيم وسنقسم الحيوان إلى نصفين متشابهين وإضمن هنا سنقسمه نصفين متشابهين حتى إذا رسمنا محورا بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة ولذلك نسميه تماثل شعاعي ومن اسمها تمتاز شوكيات الجلد بأن على جلدها أشوك كما يتضح لك من شكل مجموعة البحر أن شوكيات الجلد ليس لها رأس ولا دماغ